السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سأتكلم لكم عن الماكبوك 60 إنش اللي نزل الجديدة حين وش الفارق بين وبين 60 إنش اللي كان موجود السلام و بسم الله مرة ثانية هذا مقبل المثليين انت في بالك مثليين اي لون في الحياة استغفر الله مثليين صار عندك صار حتى ممكن جدار خلط كماشا 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 غديم ملون وخلنا نخلص بنتي المهم الشلفة رقحين بين اللابتوب الموجود واللابتوب اللي كان موجود طبعا الاشخاص اللي عنده اللابتوب الغديم مشغال ومتناز ما في شي يدعيك انك تشتري الجديد هذي شي حلو لحق الأشخاص اللي شرين الغديم والاشخاص اللي يشترون الجديد عندك الجرافيكس كار الجديد او الجرافيكس الجديد اقوى فأنت عندك الخيار تشتري بعضهم حتى لو ما رح يشترونا لانه ترسعها غالي بس معالج الروسيوميات او الجي بيو الموجود غالي معالج من فئة جديدة غالي رح نتكلم عن السر لكن بكلمكم خفيف عن شو الفرق بين الجي بيو القديم والجديد شو التغنيات اللي موجود فيها كيف مسوينا اللي يعرفون حق الشي هذي يعرفون ان المعالجات اللي موجودة الجديدة موش المعالجات الجي بيو اللي موجودة حين اللي هو جي دي ار في فايف وصلنا سيكس وصلنا برضو سيكس فانديشن والمهم انه سيكس احنا سرع واحد اللي موجودة عند قبل لكن لو تفتحت موقع عبال حين امس كان اسرع واحد اللي هو جي دي ار سيكس احنا نشوف الاسماء نشوف لكم كل شي فيه امس كان هذا السبكس اللي قدرت ترفعه ترفع الرام نفس الرام هنا بس هذا حدك كانت تقدر ترفعه الان هنا بس الان نزلك هذا الجديد شو الفرق بين جي دي ار سيكس واله بي ام اتش بي ام نزل 2 وان لبداية اتش بي ام احنا احنا بينزل 2 اي او نزل 2 اي بس قبل ما نزلتها احنا فهذا الخيارات الجديدة شو تخيل ان هذي اللي موجودين اوكي تقدر تتنقل بين هذا هذا 4 رام 4 جيجا وهذا 8 جيجا مش الرام الجهاز الميموري لا الجرافكس نفسه اوكي تمانية هذي الجديدة حين 100 دولار بس الفرق بين الغديمين اثنين انا نصحك على طلط اخذ ذا 100 دولار بس لكن هنا تسوي ستوب 700 دولار زيادة شوفوا كم قيمتها ليش 700 دولار لان التقنية او الشي نقدر نقول نسميها تقنية اله بي ام 2 اله بي ام صعب انك تحفظها لازم تعرفش معناتها شي الفرق بين جي دي ار سيكس واله بي ام اله حرف اله معنات هاي بي اللي هو باندود ام الميموري فهاي باندود ميموري تقريبا هذا اللي صح هاده معنات اله بي ام مثل هو ما نشوفه اتش بي ام هاده معناتها قاماين ازدون نسخ مثل ما قلت لكم احين هاده معنات اله بي ام الوان نزلت اتش بي ام نزلت تو احين نزلت اي تو اي فشي الميزات اللي فيها بلحطة التو خلنشوف اله جرافيكس اللي موجود عندنا الطبيعي اللي يستخدمون الناس في الالعاب اللي يستخدمونه قوي ممتاز وهذا تاخده معاك مسكت من فوق على طوب هاده راح يكون كده في لاب توبك طبعا هاده جرافيكس كار باس نفس التغنية انه موجود هاد المعالج ال جي بيو هاده ال بروسسر هادهو الفيرام هذا هم ديلي شا كيف موجدين ؟ موجدين في الجم التغنية الجريدة اللي سوها حين هاده نفس الحركة هنا نفس الشي هادهو المعالج جي بيو من اي ام دي هنا مثل ما نشوفه مكتوبه في الجم اسمه بتبين عندكم عدل في الجوانب الجريدة التغنية لا قيّروا الحسبة هذا هو HBM خلّو لك الDRAM اللي في الجوانب ذيلي محتوطين فوق بعض هنا شوفوا كيف وهنا CPU وهنا الانترلنس شوفوا كيف كيف الطبقات كيف مسوينا خلو بدلا ما هم يكونوا نقسمين في الجم كارت خلوهم كلهم فوق بعض كلهم كلهم في نفس الملحمين داخل في نفس معالج كارت الروسي شان نسمونها المهم في نفس هذا CPU في نفس الكارت نفسها داخل مش في الجوانب فهذا التغنية الجديدة اللي مسوينها التغنية الشللة طبعا من AMD اللي ما نشوف هنا البروفورمانس وكل أشياء موجودة هنا فهذه التغنية هذي اسم الجهاز أو التغنية الجديدة لقيتكم عنها اللي هي HPM طيب نجي لحق التغنية هذي هذي كيف نسوينها بدلا ما موزعين في الجوانب يكونون فوق بعض شوف اللوجك وكيف التقسيم كيف كلهم كنون محكورين فوق بعض طبعا البروفورمانس راح يكون أعظم يقول لك نفسها أعظم يكون أعلى لكن في أشياء قوية لكن ذي التغنية لموجودة حين مش لحق العاب يعني أوكي إذا المبرمجين لحق العاب بروح نتوجه لها وهذا إلى الآن يعتبر مستهين ممكن ومستقبل يسير يمكن أشخاص يقول لك ما رح تحسب فرق بينهم بين الألعاب إذا كان على جهاز الجديدة أرخيصة يعتبر مرة حتى لو ب 1200 دولار جبيو يعتبر رخيص مغارنة بدي التغنية فهذا رح يعطيك الباندود سريع مرة سرعة الكلوك سبيد والشهادين حق نفس الميموري نفسها أسرع بكثير من جي دي دي آر فهنا وبتغاردها مثلا هنا جي دي دي آر فايف لكن شوف المغارنة بين جي دي دي آر فايف والاتش بي ام ون العادية ففي فارق جبير رح يكون فيها في الباندود هنا بر أور مثل ما نشوف فتخيل هنا 10.66 جي بي بر ساكند وهنا 35 وأكثر جي بي بر ساكند شوفت دبل كيف في السرعة فمعالج الرسوميات رح يكون عندك أسرع لا تقول أنك تشتري موجود في الوندزو بس موجود في اللاب في البي سي في كرة الشاشة في اللاب توبات أبل كذا اخترعت الدنيا كلها وبتنزلها في اللاب توب حين كذا فاجأة وحلو فيه هنا نزلتها حين عشان خلاص المطورين مؤتمر المطورين جاي حين خلاص تتكلم عن مطورين يلا جهزوا يلا كلها لنزل معالج حقه أو برنامج حقه يدعم دلها الميزة حركة حلوة في الويندوز خصويا في الألعاب يمكن إذا منطور نفس افتر على هذه لكن ماك المطور رح يروح كذي الشي يمكن أبل توديهم إن قبلوا تبرم تخلي المطورين يبرمجون عندها في المنصة عندها فهي تجبر المطورين أن يخذون الأدفانتج الحق ذي الميزة فهذه المعالج ما تروح لا إلا إذا كنت يبدأ يشتغل على 3D جرافيكس والأشياء دي القوية المرة مرة دي المعالجات موجودة في البي سي حادر تكون معالجات أجهزة وورك ستيشن طيب انت مثلا تبيل الحق يعني الماكبوك كبرو 16 وش بتاخذ مثلا حق إخراج ما أخراج ال-GDDR6 ترى ممتاز لو بتاخذ GDDR6 ممتاز ما في أي شي نفس الغديم اللي موجود كل شي لكن ال-GDDR أو ال-HBM2 لحق ال-HBM2 لحق ال-HBM2 لحق أشخاص وورك ستيشن لا تاخده بس تطلع فيه لا تاخده إنك بس بتاخده عشان مثلا تقول أوكي أباخده عشان عشان شنه بفتح شي بسيط بس تاخده شي بسيط لا تاخده أوكي لحق مثلا فانال-CATTOBRO بتشتغل مرة تقول لك مثلا تحط لك مثلا خمسة عشر دقيقة مثلا أخراج على 4K 60 فريم وبتشتغل تبيل وقت إنه بسرعة يخلص لنه تقول لك أبل على كلام أبل إنه من المعالج القديم أو أقل واحد إلى على واحد تقريبا أو من الثاني إلى الثالث إنه يعطيك هي 75% أسرع هل راح تاخد ال-75%؟ لا بعض أشخاص يقول لكم ممكن أغالي شي راح تاخد ممكن من 40% إلى 60% ربما لكنها راح تاخد ليش لأن أبل ما تقدر تاخد المعالج هذا نفس لأن المعالج أو الجي بيو هذا نفسه تحطه في لابتوب وقاعد يشتغل على USB-C لابتوبات الموجودة الآن في الويندوز بعضهم ما نتقلوا USB-C شاحن ما برحلوا على الشكل القديم لأن ال-USB-C إلى الآن يدعم بس مية واط طيب أبل المعالجي بيو هذا أبل تتوهق فينا هذا يريد بي باور من الباور سبلاي نفسه مثلا 80 أو 60 أو أكثر فأبل تتوهق سبلاي حقنا حد يعدك مية إلى الآن لم تنزلت تغنية USB-C جاب لك أكثر شحن فأبل سوت يعني رديوس أو نزلت أداء نفس الجي بيو عشان نزلت أداءه صح لكن نزلت أداءه مش مش معناه أنه خلاص صار نفس GDDR6 لا وردي قوي فنزلت أداءه عشان تقدر على الغل تشحنه وتستخدم يعني الجي بيو ذا المحطوطة حين ذو أو الجرافكس اللي موجود هنا وحش على لبتوب صعبة تسوي فأبل ما في الخيار أنه تقل عشان ما يأخذ طاغة قوية لو نشوف هنا نزلت خلتها 50 واط يأخذ كلهم أصلي عندهم حين أبل ما يأخذ طاغة 50 واط يتخيل أنك 50 واط الجهاز حقك مثلا يأخذ أو الـ USB-C هذي يأخذ مثلا بيات واط اللي هو 96 واط نحطينا 50 واط يأخذ هنا ينديل حق المعالج مثلا بيأخذ 20 واط مثلا و 15 و 25 واط تقريبا كم باقي واط لحق الأشياء الثاني الشاشة وما الشاشة فهذا حده يعني البلغ هذا اللي بيعطيك هذا حد المكسيموم أبل ما عنده خيار ثاني إلا تختر عليك ورجع لك مدخل ثاني ممكن في المستقبل لكن ما توقعنا في المستقبل قبل متوهق بذلك الشيء لكن أوكي خلنا نتم كده حين لأن ننتقل على حق AMD 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 ARM في المستقبل القريب سنة سنتين معالجات جديدة لا تقولي حين أشتري ولا أنتظر أشتري حين ولا أنتظر معالجات ARM تقدر تشتري؟ لا تشتري قصدي أنك تحتاج أشتر أقدر أنتظر راح عن نصفك أنك تنتظر إذا تقدر تنتظر والسن الجاي إذا نزلوا معالجات أنتظر ولا تشتري ولا أنتظر أقول لك انتظر يعني شوف لو تمسكني تمسكني شخص تجي لي كل سنة تقولي أقدر أنتظر تستحني أنتظر؟ أقول لك انتظر إليين تجيني تقولي أقدر أنتظر بس خلاص ما قمتش وشيبت أقدر أنتظر انتظر تقدر خلاص تحتاج أشتر لا تعب نمسك أنا حين أبي ARM إذا نزلتها أبل أصلا على المعالج الماكبوك بروسن الجاي يمكنني يقول لك تنزلها بس على البداية على معالجات الماكبوك أو الماكبوكي من عشر نش اللي كانسلتي ممكن تراجعه علشان ARM حبّها بل تمشي لكن أبل إذا نزلت على ذي يمكن أداء المعالج رحيق المرة فتقدر تسوي بوست في أشياء ثانية تخلونا على اللي نحن حين فيه هذا الباور اللي ياخذ المعالج أو الجي بيو قصدي اللي هو الجي بيو هذو هذا الباور اللي ياخذ أحين أبل ش اللي عندها عندها الثلاثاء شنو الجرافيكس الثلاثة ذي لي 5500M 4 جيجا 5500M 8 جيجا 5600M 8 جيجا بس HBM 2 دي لي GDDR6 طيب حين ش بنسوي حنا؟ نرجع نفتح دي الصفحة هذو هم كلهم هنا كلهم هنا موجدين نشوف الفروق بينهم شي القوة اللي حطين فيها كبداية شوف القفزة من أقل واحد يعني لو نروح كذا نفتح قبل نخليها لجنب نخلينا كذا كبداية أقل واحد اللي هو 5500M 4 مش موجود هنا لا هذا مش هو أوكي خلاص نصلنا خلنا 5300M هنا مش موجود لا خلاص نبدأ على 5500M الثاني هنا أوكي 5500M الثاني هنا الثمانية فهذا هو هذا هو الثمانية فهذا الثاني في النص نبدأ على الثنين دي للفوق المعالج الجبيو نفسه في كم نوع في 24 الثاني الجريد ذا HBM2 في 40 شوف شوف كيف القفزة شفتهم؟ بيديو هلا شيء الستوك موجودة هنا شوف القفزة وشوف كيف الستريم بروسسور شوف كيف من 1536 إلى 2560 شوف القفزة شوف القفزة شوف القفزة أو أعلى كلوك وصل 1300 هنا هنا 1035 في اليرتز الVRAM الثمانية ثمانية نفس الشي هنا طبعا هذي تقدر تغنينا هذا أربعة أنا كنت أطالع هنا يوم جيستغرقهم الثلاثة الموجودة فأوكي فهذا هو ثمانية ثمانية نفس الشي بس هذا GDDR6 تغنية اللي يكونون الVRAM في الجوانب اللي وردكم إياها البندود هذا القوة هنا البندود يعتبر الضعف يعني خلنا نجبر هذا نخلي 200 خلنا نجبر هذا نخلي 400 وضعف غير الأشياء اللي موجودة هنا في الجنب فشوفت الأشياء هذه الآن تجي الألعاب تبي ألعاب تبي إخراج أوكي هذا على طول الوسطي على طول تبي لا أنت أشياء عندك مثلا شركة عندك إن شركة دوام ست ساعات عندك إخراج تسوي في اليوم مثلا ما تجي في البال بس من تسوي إخراج قوي تبي الدقاية قديلة لدوامك يخلص الأشياء هذه أخذ اللي فوق Workstation يعني شرك الجهاز شكل شكل قوي قوي على طول أخذ على واحد صح أنها تدفع 700 دولار لكن مشكل شخص مشكل شخص قبل ما يعتبر تحليل هذا هذا بس نزلت خيار ثاني على الخيارات الموجودة أعطتك خيار زيادة ما يعتبرتش يعني خلاص أنا لو شرك الجهاز قبل شهر عادي عندي الزيادة دي ما راح أحتاجها لكن أنا شريتي مع الزيادة لأن أنا أشتري على آخر شي حنو بخلي معي قدام بخلي السن الجاي ينزل واحد HBM 15 عادي بالنسبة لي هذا الشقال عندي ممتاز ما راح أنقهر ما راح أعمل فأنا لو ننزل شريط GDR6 شقال ممتاز يعني شل تبي تحطه خراج ما يقطع بتسوي خراج الاندر شغال ممتاز ما يفرق صار فرق 15 ثاني 16 ثاني بالنسب لي انا مش بزنس والاشياء القوية يعني كي بسوي خراج في الاشياء الخفيفة اللي ابيها انا عادي يتأخر دقيقة مغارنة مغارنة بالجديد لكن شغال ممتاز همشي ما يعلق عندي همشي الاشياء دي فجي دي ار 6 ممتاز جي دي ار 6 برضو ال 4 جيجا ممتاز لحق الشغل يعني ترى 60 انش يعني اوه الجهاز هذا وورك يعني اعلى واح اعلى لابتوب لحق الشغل الجامد فالاشياء دي موجودة حلو ما عندك فلوس كامل حد ارفع الرام خلها 32 اوكي لحق 4 سنوات 5 سنوات شغل 64 خلاص ماكسيموم التوب مراح يعطيك ذلك الفرق القوي لكن اوكي عندي 100 دولار اقدر اقطع هنا قطع هنا احنا بكيفك على ال 2 دولار ما انا صحك انت انت بتشتغل في مرة خلق 2 دولار 64 هنا احتار بين ال 2 دولار اذا كنت شغل عادي انت يعني مش شغل عادي بتشتري 16 قالت تصفحي لا تشتري 16 تبي جهاز تصفح خجل ماكبوك اين مش لحق ذا الجهاز لكن تبي تسوي فيديوهات دقيقتين دلها الدقائية كل شهر مرة كل شهرين في السنة ثلاث مرات اخذلك هذا بتشتغل مثلا كل اسبوع كل شي تشتغل مرتين ثلاث مرات شي خفيف ومش لازم فور كي ستين فرين ممكن ينزل 8 كي ولا اشياء خذلك هذا هذا عندك بزنز شاري الجهاز لحق شغل جامد شاري الجهاز لحق 3 دي والجرافيكس موشن ولا اشياء دي الفتر فكت ولا على طول خذلك هذا هذا على طول ستورج بكيفي كنت للتوضيح انا بالنسبة لي انه كنت اذا دخلت على ال 16 انش موقع بل اخش على اعلى شي لكن لا اخشيت على النسخة الاقل برضو ترى فيه الجي دي ار 6 على 5300 اللي كنا نتكلم عنها هنا اللي كانت دي النسخة فتقدر تغارن الموجودة هذي النسخة مثل ما قلت لكم لان الحق الماكبوك كبرو برضو لكن باقل اسبيكس او نوع النسختين اللي موجودة فهنا الجرافيكس تشوفون فيه اكثر في اقل من القليل اللي موجود كان اقل واحد هنا موجود عندنا لكن في اقل من برضو تيتاخذ منه برضو ذا حلو لحق شغل كويس يعني خفيف كده بتعدل صورة خفيفة وكل شي حدو هنا اوكي فهذا هو موجود فنروح لكم على اشياء اقوى نروح لكم على اشياء نشوف قبل ش اللي ش اللي حطه في الجهاز الجديد فكل على المعالج قلت لكم او الجي بيو قلت لكم معالج هذا اقل واحد هذا اللي بعده هذا على واحد اتش بي امتو قلت لكم اسمه وكل قلت لكم ميزاته قلت لكم الميمور هنا في اربعة اللي على الجن محتوطين على الجي دي دي ار سيكس جي دي ار سيكس هنا في اربعة وثمانية موجودين اللي هو خمسالاف وخمسمية فلو نروح موقع عبل خمسالاف وخمسمية اربعة خمسالاف وخمسمية الام ثمانية هذو موجودين هنا اثنينه اوكي هذو في اللي تحته خمسالاف ثلاثمية لو نرجع هذو خمسالاف ثلاثمية اربعة اوكي خلصنا من دلخيار هنا لو بنشوف اللي هو تيرا فلوبس اللي هنا ثري بوينتو قفزة على طول فور مثل ما نشوف هنا فايف على طول اشتيت القفزة الثانية في قفزة قوية هنا الكلوكسبيد الذي قدنا لكم هنا الف ومئتين وخمسين هنا الف وثلاثمية هشنا الف وثلاثمية هشوف القفزات اللي تكون موجودة هن بالعريض هذو الجهاز المعالجة الجديدة او معالج رسميات الجديدة GPU فهنا السرعة حقتها 192 نفس الثاني هذا 192 ولو بترجع شوي ورا تشوف الديسكتوب مالين أبل برضو لو بتغارنهم هذا اللابتوب هنا مع الجبيو الجديد بتغارنه وين بتحطه يمكن تقدر تحطه هنا بين ديلي الاثنين او لا هنا بين ديلي انت تقارن بين نفسك خمسة ستة لكن هنا مثلا ستة ثمانية ومتودي انت بكيفك يعني بس البندود هنا السرعة او البندود ايوه بتشيله بتحطه هنا في هذا الاشياء هنا ديسكتوب يعني تخيل هذا اللي حين اللي هو خمسالاف وستمية ام اللي هو على ال HBM2 يكون على الديسكتوب قبل ما رح تفكر في الباور باور محطوط في البلغ على طول ما عندك محكور عالمية ويو س بي سي فانطلق فده حلو ان يحطونا في الاي ماك برو مثلا اللي بنزدونا الشهر اللي جاي يمكن الشهر هذا مع متمره ويمكن فراح يكون خيار قوي يعني رح يفتح مجال اقوى فعلى الكلام اللي هنا موجود ان ترى سعر غالي صح سعر غالي مش لحق كل شخص انصح لاش خارس ياخدون هذا على الثمانية او ياخذ هذا الخفيف بس يبي شكل ماك بوك سكسين انش واصلا اوه ما يبيشتغل فيه فحرام تاخذ ديلي اخذلك هذا بس تبي شكل اخذلك هذا لكن ترى شغلة قوية بس انت اصلا بس في بالك انك ابيشتري كشكل حرام برضه بس باتخسر ان امسك زيادة على الحرام حرام بتقول لي ليش قبل ونزدته غالي ليش في معالج هذا وقبل بتبقوك في السوق قبل ترى فكرت بطلعت الروح حتى تحطها القيمة يعني تخيل انك بتاخذها تقدر تاخذها حق معالجات الانفيديا الموجود اللي هو كوادرو تخيل كم سعر لو بتشتري لحق جهاز مش لحق العاب اوكي ولا لحق اخراج يعني يعني بتاخذها لحق شغل قوي وورك ستيشن اوكي وورك ستيشن هذا موقع من نفس الشركة اوكي نجرب وورك ستيشن انفيديا مثل ما نشوف احنا على وورك ستيشن في انفيديا ننزل تحت هذا كوادرو اوكي هذا جي دي دي ار سيكس نفس التغنية اللي قبل اللي هو الجي بيو مع الفيران في الجوانب ننزل تحت شوف كم قيمعته هذا خمس الاف خمسين ترى محطوط مع الحسبة هنا وهنا كل ما تنزل يزيد السعر هم شلون الى الان جي دي دي ار ننزل تحت برضو نفسه حركة جي دي ار سيكس و اربع و عشرين اربع الاف اوكي نزلت السعر هنا اوكي هنا جينا كوادرو جي في هندرد هذا هو ننزل تحت حب حب بسم الله رحمة الرحيم ايش بي امتو نفس حركة تغنية على الجي بي يو اثنين و ثلاثين هنا اوكي هذا تيب فلوبس شوفه كم نرجع شوي شان تتقيق اكثر حب حب شوف كم واطي اخذ ابل حدها بتنزل اشياء دي بتسقره و بتحطه على مية واط فهذا صح اسرع من الغديم لكن بنشوف في مش قوة الجي بي و كامل تابعو نشوفه السعر لا شوفت السعر تارا شوفه كم شوفت كم شوفت كم لا تقول لي بعدين ابل حطته بسبعمية دولار هنا بتسعة الاف دولار لا والله بتسعة الاف دولار ثمانمية وتسعة وتسعين ثمانمية ثمانية الاف تسعمية وتسعة وتسعين دولار هذا الحق البي سي بتحطه في بي سي حقك لا لك لا لحق اشخاص محدودة يعني كل ما نصعد حق الوركستيشن كل ما يعني مثل ما كبروه او غالي باربع عشرين الف باربعين الف كارت شاشة هنا حق بي سي تسعة الاف اوكي مش لنا احنا ما ننتقد هذا الشي انت تنتقد هذا من قصر فهمك التقني ما تنتقد ذا الشي لانه ذا الشي مش لك ذا الحق فئة من الناس الشركة تسوي بعد عشرين سنة ان شاء الله يخذونه يلعبون فيه كونز لشي تاثر نزلوا تقنيات قدام هذه التقنيات دي مش لنا هذه تقنيات شركات قوية شركات لحق ثري دي منشن موشن والافتر الفكتات والاشياء اللي بتسوي فيلم وبتسوي فاتح اشياء كثيرة وبتسوي خراج هنا وشقر هنا وتكلم واحد هنا وفاتح اوكي هذا مش لنا فهذه الفئة نفس التغنية اللي حطاتها ابو لحين هذه نفس التغنية هذا الحق الويندوز اوكي فهذه نفس التغنية بس فهذا مش لهم حق تشبيك فهذا الخيار لن تقول انه غالي شوف كم ديمتها هنا ابو شلت وصقرت ونزلتها يعني اوكي نزلت القوة ارخص لكن انك تاخد يعني جغة اكس كار شي كبير وتسقره رح يكون غالي انك تسقر حجمها برضو هذة التغنية غالي انك تنزلها ابو لعبة في حس ونزلتها هل رح يأثر الحرارة يمكن رح نشوف قدام ابو هل ما اختبرتها لا اختبرتها ابو والدليل انه اختبرت وحطتها في الجهاز وما حطت معالجات الجديدة يعني ابو ترى عادي شي حلو انه تدف في الناس برضو انه اوكي احنا اشخاص اللي عندهم الغديم ما رح يشترون الجديد لانه بس المعالج والردي الغديم مصلا انشغاله وممتاز عندهم لو انه نغير المعالج ممكن بعض اشخاص بيفكرون مع انه ما في فارق لكن فيه اشخاص بيفكرون اللي يحبون الارقام بس بدون استخدام بيفكرون الجيل العاشر اللي نزل على الماكبوك اير والماكبوك برو 13 انش هنا ما تبي تحط قبل انه في مشاكل الحرارة فقبل تقول لك اختبر هذا اختبرناه خلاص نحطه هنا طيب الحرارة هناك في فارق ما في فارق دليل جدا فارق انه ما يخلي دليل عندك الجيل التاسع او الثامن اللي حين موجود ترقى وتاخذ العاشر مش ديك الفارق انك تبي تنجل فقبل ما حطته هذا واحد يمكن قبل برضه ما حطته يمكن تحطه نهاية السنة مع شيء جديد ممكن نحطه واي فاي 6 انا لك شيء اللي اتمنى قبل قارتني انا ما حطت الان واي فاي 6 في الجهاز معنا اللاب توب يعني قارتني في شيء لكن على الواي فاي 5 اللي موجود فيه حين وعندي انا واي فاي 6 راوتر الشقال عندي واي فاي 6 انا اوكي ما رح يكون من اشخاص كثير شاكين علي كم من شخص بما سكني بشكل وثاني حاجة اني بحط الجهاز يعني بشتري شاشة وبحطها في الجنب بعض الشخص يقولك او ليش محطة 2K الشاشة ليش محطة 4K ليش محطة 6K الحمدلل انا محطت الشيء والدليل على اللاب توبات الويندوز الموجودة حين كل الشركات اللي ينزلون ينزلون اللاب توب الوورك نفس هذا 4K ينزلون فيها 1080 اكثر المبيعات على 1080 انت اخذ جهاز لاب توب لاب توب متنقل انت بي تحطه كده وتستخدمه تجي تحط 4K ولو تبسي بخراج فيه اتوقع انك مورح تخلص ثلاث دقايق يلاطفها الجهاز عليك لاب توب متنقل تابي 4K قبل اشترلك شاشة وغالي لأ انت بي شغل تابي شغل واخراج وانتاج بتشتري لك شاشة كبيرة عشان تقدر تدقق عندك حرية في كبر الشاشة وحط فورك 6K توصل حق شاشتين مثلا شاشة 60 تحط في اللاب توب الجديد يوصل وسكر لاب توب عندك الحرية الكبيرة تابي جهاز 4K انا ادري انك لان نزلت ابل 4K في هالوقت يمكن في المستقبل ينزل مع التغنية الجديدة مع معالجات راح يصقر كمنان وتوصل خمسة ولا اشياء هذه سابعة راح نوصل لها راح نفتح المجال ان نحطه ما في شركة مش قادرة ان تحطه تقدر تحطه في الايباد وفي الجهاز هذه تقدر تحطها لازم تفكر انه جهاز موبل جهاز متنقل ليش البي سي ابل حطت ليش في الايماك حطت 4K ليش حطت 5K و 4K هناك لان ذاك تحطه في الكهرب اوكي هذا متنقل تفتح الفئتين ديري اوكي تفتح الفئتين ليش بس علشان اوكي هذا حنا عندنا وخلوا 4K والناس برح يشترون هنا لا ابل الحرية الحرية موجودة عندك التنقل في الاشياء الحرية عندك انك تقدر قوة المخرج انك تحط اي جي بي و تقدر تحط بي سي شاشة 4K 6K هذا التنقل هناك البطارية لازم تتقق فيها شوي البطارية خل الجهاز حين وعلى الاخراج حقه تسمعك ثلاث ساعة اربع ساعات على الاخراج كوي بتسوي بتحط بعد 4K عشر رقاية صعبة فانا الكلام اللي اقولها من حقائق موجودة من اجهزة من اللابتوبات موجودة حين لحق الورك يعني اللابتوبات الكبيرة ذي لحق الخراج من الفئات اللي موجودة في الوندوز حين اشخاص يشترون الف وثمانين في اشخاص يوتيوبر يتكلمون ان الفوركية ما جلس معهم الا كم ساعة هذا كش وجل او اربع لخم ساعات تخيل تاخذ فوركية تروح بالدوام ما تخلص كلاسين لطفها اللابتوب حقك طيب اليوم الباقي وش سوفي فهذا الجهاز وهذا كل شيء اختيارك انت لتحدده اذا انت لحق اخراج قوي لحق الاشياء دي اخراج قوي قوي وشقل اخذ GDDR6 اعلى واحد اخراجك خفيف مرة GDDR6 اربعة نوار لمدود 5300 و 5500 5200 بس تبيه حق GDR مثلا جايتها بتخسر فلوس بس انك ما تستخدمه اخذ 5300 لحق صوار واخراج خفيف وحلو تنقل واشياء وفي معالج منفصل 5300 برضو حلو جهاز تبيه تاخذه يمكن استخدم اخراج يمكن ما استخدم اخراج بس احنا يمكن استخدم اخذ ماكبوك برو 13 انج ما راح اتكلم انا عن الميمور تكلمت عن كم ترفع الرام المعالج تتاخذ i7 اين اين بكيفك الميمور يتكلمت عن ما قلت لكم الستوريج انت اللي تحدد تجي تحدد لي انا ترى انا ما بعرف اللي بتحطي في جهازك انا ما جاي يقولك او ذا الفيلم حطه ذا المكطع نزله ذا البرنامج نزله اخراج هذا انت اللي تحدد انت لازم تفهم الماكبوك 30 انج طالب على طول اخده على طول اخده اخذ اعلى فئة احسن عشان يجس معك 6-5 يعني مسيرتك دراسية كلها انت تحدد إذا يصلحوا لك الماكبوك او الايباد او او الrats و انشي بعد ECW او لا و old منهم انت علم الجهاز تعرف برامج التي تنادي هكذا انت تعرف تخصص حقك الذي ينزلون فيه انبرزلون عن الماك او منتрост او ما ينزلون على 20 او مات الشجي انت تحدد انك هذا التحدد منك يأخذ الايباد بالي entreفاز أكذا تضر Common انت تحدد فقطignوك انا ما اجي نصحك في الماك وانت ما تعرف له انت لتحدد الماك صعب مش صعب الماك انا استخدمتها قبل كنا نستخدم وندوز الماك اسهل تجي تقول لي لا سهل الوندوز لا الوندوز مش اسهل لا التعب ناسك لو تجيب لي هذا من اشخاص اللي يجي يقول لك السيارة العادي اريح لي من التوماتيك ها لا اللقاء غلط الكلمة غلط ما تجي العادي اريح من التوماتيك هذا كان يقول لي لا والله شقتي في الدور العاشر فوق اريح لي من الدور الاول لا تجي هذا الماك فيه فايندر فيه خيار فوق تسحب كذا فيه العلدات حق الجهازك هذا الاشياء تجري تستخدمهم ما فيه سي يو بي تي تروح تروت تروح هذا وتسحدف هذا وتنزل ما فيه الاشياء كلها ما فيه تخلص الكلاس بطف اللابتوب انتظر جالي التحميل ماذا جالي التثبيت ما فيه الاشياء كلها فانا اتكلم لك عن استخدامي استخدامي انا ترى عندي وندوز استخدمي في الدراسة ليش شريط وندوز وعندي ماك تخصص حقي تخصص ويالكتر فيه برامج ما قدر نزلهم في الوندوز ليش؟ لانه موجود في الوندوز ليش الجامعة ما تقدر يعني تشوف برامج ثانية موجودة يمكن فيه حق الماك لكن انك تجبر شخص يشتري ماك صعبة اسهل لك انك تجبر شخص يشتري وندوز وندوز ارخص وفيه فئات جديدة ورخيصة ومتناول الجميع ماك اغلى فانك صعبة تجبر مش بس شخص انه طالب خصوصا هنا طالب يعني صعب ان الطالب بيجلس هنا بيدفع لك الجامعة وبيدفع لك التاكس وبيدفع لك وندوز ارخص تقدر تجبر اي شخص ماك صعب انك تجبره وبرامج الوندوز اكثر خصوصا في الانجينيرينج في الاشياء دي توفره فهذا الفئة اللي موجودة انا استخدمها حلو استخدامي ممتاز وكويس وكل شيء لكن في الاخراج في الاشياء اللي بيها انا اشتغل فيها سلاح سي وتنقلي بين الاجهزة وكيف اني احط شايو ينزل فيماك كيف اناالماك واللاب توب وليفون جهاز واحد بنسبة لي طبيعي الماكبوك اير في تن جنريشن انتل الماكبوك كبره 13 في تن جنريشن الماكبوك كبره 16 الى الان ما نزلت Creighton black de- aprendich لانathon لاني نزي بنا شيء في الحرارة فيو اشخاص تكلمكن كثيرا ليش هناك نزليم في الحرارة لذاك الفئة التن جنريشن انتل اقل من التن جنريشن اللي راح تكون على الماكبوك فئات الجيل العاشر اللي هناك غير الجيل العاشر اللي بتحطه لك في الماكبوك كبروه 16 رنش هذا كبير برفورمس أعلى أداء أعلى فأحرارة تجي عليهم خصوصاً من الماكبوك مسقرتها أضل الماكبوك كبروها أشياء فصعباً يحطها فهذا كل أشياء أشياء ما عجبتني أنا كشلت أشياء اللي كان طبعاً أشريت 16 رنش لكن شي الأشياء اللي كنت أتمنى أول حاجة ما ليشغل بالكيبورد بس غيره 16 رنش وخيره الكيبورد العادي ما رح يحتاجي كثيراً نعم قلت لكم بحط إن شاء الله في الشهر القادم رح يشتري تيفي أو منوتور غسدي أحطه وحط اللابتوب وستغل المونوتور فبشتري الكيبورد خارجي ما ليشغل بالكيبورد اللي موجود فيه ما ليشغل الأشياء اللي موجود في اللابتوب حط اللابتوب على جنب بس اليوم بمشتهي بروح كافي شوب أخذ معي اللابتوب الله اليوم بروح مثلاً عندي اجتماع أو لشياء بأخذ معي اللابتوب البي سي ما رح يتحرك من عندي الاي مارك ما رح يتحرك من هذي فالأهم بالنسبة لي الآن اعلى المصادات في اللابتوب يغنيني مراحل عن معاش عاشر أوكي هذا الشيء الشيء اللي ما عجبتني كيبورد قلت لكم يا عادي بالنسبة لي الكاميرا الأمامية أوكي 720 ليش قبل الى الان ما دخلت فوركي أو لا مش فوركي بعد شغل يلونك ألف يومانين شيء محبب شيء بالنسبة لي مراحة فيه عندي اللابتوب الغديم اللي عندي 27 ما تذكر صمتها بيني وبينكم اللابتوب الغديم اللي عندي أصلاً دستر مضاف فيه معنى فيه فيه فيستايم كل شيء لكن إذا كنت تحتاج الشخص بكلمة أنا بفتح فيستايم وكلمة مشكل دستر هناك على طول في الجديد ممكن أستخدمها فحق مكلمات فيستايم تقنيك خصوصاً الدروب لحق الانترنت إن شاء الله في المستقبل يسوكم كويس فصمدوا الخريج فحلو لحق مكلمات حلو سبيكر راح يكون ممتاز أوكي سبيكر اللابتوب المايك في المكلمات ما راح ستجل صوت فيه وكي ممتاز شيء المحبطني أرجع لمحبطني واي فاي سيكس كنت منه معالج عادي الرام سرعة الرام مرفعت هبل 2600 ما عمنا المكبوك برو 13 والمكبوك اير رفعته 3700 3600 كده تغريباً فما رفعته هذي الشيء اللي كنت بيهم قبل ليش ما سوتي بعض أشخاص يقول لك يمكن في المستقبل مع الارم إذا كنت راح تنتظر محتاج اشتر محتاج اشتر الآن تقدر تنتظر انتظر إليين تحتاج مش إليين السن الجاية إليين تحتاج لأنك بتجيين السن الجاية تقول لي أشتري بس أقدر انتظر بقول لك انتظر برضو محتاج اشتر ما تعرف لا خذ مكبوك اير تبدأ استخدم عندك لوس تبدأ خذ مكبوك اير وجرب النظام فتغريباً كان هاي بس توقعنا فهمته شنهو شفهمته الفئة الجديدة لحق الماكش تسوي ولاشي هذا كله ففي نهاية الفيديو السلام عليكم